وتأتي هذه المساعدة في ظل أوضاع اقتصادية وصحية غير مستقرة مع استمرار نقص المشتقات النفطية في المدينة وقالت مصادر في ميناء عدن إن سفينة محملة بكميات كبيرة من الوقود من المقرر أن تصل إلى المدينة خلال اليومين القادمين أثارت زيارة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء لميناء عدن الأسئلة الاقتصادية المتعلقة بأعرق ميناء في المنطقة متى سيعود إلى نشاطه النوعي وما هي أبرز نشاطاته منذ استئناف عمله قبل أكثر من شهر الإعمار وموضوع الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة البناء والتنمية في هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعا يستقبل الميناء أسبوعيا قرابة عشر بواخر تحمل مواد إغاثية فمعدات بناء لإعادة البنية التحتية وما زالت الوتيرة الكمية لاستقبال السفن تتصاعد تدريجيا على أن أغلبها تحمل شحنات إغاثية لا تجارية عوضا عن تعذر اطلاع الميناء بمهمة الشحن للبواخر التجارية وسفن النقل أن تشير له هذا هو ميناء الحاويات مجموعة السفن الكنتينرات تقريبا أكثر من ساعة 75% الآن المساحة مغطاة بكنتينرات هناك نشاط تجاري ولكن النشاط التجاري يتوسع في خلال الأيام والأسابيع القادمة عندما كذلك يتحسن الوضع الأمني يتعلق ذلك بترميم ما أحدثته الحرب من دمار في البنية التحتية التي طالت كافة المنشآت الحيوية بالإضافة إلى الوضع الأمني لمنوط به أي نشاط تجاري لم يعد ميناء عدن إلى نشاطه النوعي بعد هو في مرحلة الإغاثة حيث تطمح الحكومة أن ينتقل إلى مرحلة الإعمار التي تتوقف عليها الآمال الاقتصادية آدم الحسامي قناة بلقيس عدن